حتى الراجل المدرب بيعمل فينا حاجات غريبة وعمال يقلف وعمال ييفتي وحاجة بصراحة يعني مش ممكن يا جماعة مش ممكن والله اللي بيحصل ده يا عم انت مش عايز تقعد يا عم قول مش عايز اقعد انما ما تعملش فينا كده وفي جمهور النادي كده ما تعملش فينا كده ما ينفعش اناش هتزحل دلوقتي تقولك مش على قناة الزمانك ما هو طبيع انا شوفنا حاجة كويسة نقولها ما حنا ما شوفناش حاجة كويسة نقولها كويس موازش تراجط هنا هنا هقلنا زي الفل وتمام وزيطنا وفرحنا وقولنها زي الفل وتمام تمام وتمام ما ققعدناش اتنين وسبعين ساعة ولا تلات ايام ورجعنا الورا تاني معرفش في ايه ايه اللي بيحصل ما لازم نفوق يا جماعة لازم فيش شوية موز شوية الدم شوية لازم نفوق شوية اه في تحكيم في اخراج عمل فيلم هندي النهاردة عشان الناس ما تشوفش الحقيقة لكن لعيب احنا فين الزمالك فين الشخصية الزمالك فين يا جماعة احنا بنلعب اتنين لعيب النهاردة راجل علي فاوز الباك اللي بين والرجل المرس هابعة ده اسموه اسموه يا جماعة الراجل اللي نسيت اسمه بتاع امبي اللي هو الراجل الفيروت ده حاجة صعبة جدا جدا يعني انا بكلم اللعيبة لازم يا جماعة تشد حنا انت عارف لما بتتصل بواحد ما عندوش رصيد ويرد عليك قولك لقد نفذ رصيدكم انت رصيدكو كادة ان ينفذ رصيدكو كادة ان ينفذ حفظوا على الباقية الباقية من هذا الرصيد الموتش اللي جاي جمعة جاية ما فيش اعزار جمعة جاية ما عندناش اعزار جمعة جاية حياء وموت جمعة جاية اكون او لا اكون اخر فرصة صدقوني اخر فرصة ما فيش اعزار باقية بعد كده لازم لازم نشد حنا ولازم نركز كرة بتطلع قاوت وانا مغلوب عادي تيجي كرة بتجيش اروح اجيب على مهل وارد ايه يا جماعة ده ايه ده في ايه هو في ايه يا جماعة ما انا عاملين ليه كده كسبان عما لا نقل تاك تاك وعادي وكايني يعني كايني كسبانه اربعة خمسة الراجل قاعد بيضحك برا وفيه واحنا خسرانين هو فيه يا عم حاج وفيه يا جماعة بجد والله العظيم الوحيد مش عارف يقول ايه نخلى عندنا شوات مسئولية اتجاه جماهيرنا واتجاه ادارتنا واتجاه نفسك يا اخي بتروح البيت لولادك ومراتك بتقولهم ايه مش عارف يعني انا ما عنديش اجابة الحقيقة لكن كل قدر اقوله ان الفرصة الاخيرة اعتقد لكل الجمعة الجاية جهاز فني ولا عيبة مطش اللي جاي ما فيهوش يزار ما فيهوش يزار فلازم مطش اللي جاي تردوا اعتباركو قدام جماهيركو لازم تبقوا في البطولة الافريقية لازم اكل شيء بازن الله لكن لا انا بقولكو لازم تبقوا موجودين في البطولة الافريقية هتبقوا موجودين ازاي بمكسبهم الجمعة وبعدين المريخي بعد كده تضمن الصعود غير كده يا جماعة يبقى انتوا بتضيع كل حاجة وضيعتوا كل حاجة ما عنديش كلام تاني قادر اقوله غير ان الفرصة الاخيرة ليكو الجمعة الجاية تمانياتي ليكو بتوفيق تمانياتي ليكو ان شاء الله بازلان انتوا تقدوا امورها قوية وترجعوا استيقات جماهيركو فيكو ها وتحفظوا ما وجهكو خلص الكلام طبعا نيحق يقولي الكلام دو يعني مهما كانت انت قناة انت نادي وقناة فقاوية بس اللي بيحصل يخلي اي حد يخرج عن شعوب سواء بقى هزيمة الزملك النهاردة او هزيمة الاهل من ساندونز بتطلع انت زي قناة فقاوية لازم بقى تقعد يعني تمتص غضب الناس والدافع بس مغزب عندك لازم تقول كده برضو عن حيات تاني قراءة الاهل برضو عملت تخلق عذار وتخلق وتقول ونفكر بس الصدمة جماعة بتبقى كبيرة يعني يعني اللي حصل للاهل في ساندونز حاجة كبيرة وبرضو نفس الكلام بالنسبة للزمالك عمل يترنح ازاي الناس ممكن تقنعك بحاجة غير اللي انت شايف